كانت عائلتي مثالية للغاية كان بإمكانك وضعنا على بطاقة عيد الميلاد منزل جميل كبير كل رفاهية العالم وأبوين محبين حتى اليوم الذي كنت فيه في الصف التاسع كان والدايا يصطدفان إحدى حفالات الكريسماس الكبرى عندما اقتحم البيت مجموعة من رجال المكتب الفيدرالي فجأة قال أحدهم أنت رهن الاعتقال بتهمة الاحتيال وهم يمشون مباشرة إلى أبي صرخ احتجاجا على جره بعيدا تبين أن أبي استثمر في مشروع تجاري مع صديقه وكانت عملية احتيال كاملة هرب الصديق بأموال الكثير من الناس بما في ذلك أموال أبي أثناء وجوده في السجن كنت أشاهد رجالا يرتدون بدلات يأتون كل يوم لأخذ كل أغراضنا لكنهم سمحوا لنا بالحفاظ على المنزل كنت أنا وأمي نحضن بعضنا بالأغطية في غرفة المعيشة الكبيرة الفارغة عندما تم الإفراج عن أبي بكفالة بعد بضعة أشهر اعتقدت أن الأمور ستتحسن لكن أبي لم يكن رجلا لطيفا بدون مال كانت أمي قد بدأت العمل كخادمة وعندما عاد أبي رفع أنفه عليها وقال يع أنت تنظفين حمامات الناس الآن؟ رفض أن يفعل أي شيء باستثناء الشكوى أجبرت بالطبع على ترك مدرسة الخاصة الفاخرة لكنه لم يرسلني حتى إلى مدرسة عامة قال أنا لا أنفق مالا على تعليمك إذا كنت صبيا فسيكون هناك فائدة من وجودك سأزوجك بأسرع ما يمكن ذات مساء دخل أبي وبدأ أسعد مما كان عليه من قبل وكان يحمل أكياس طعام للوجبات الجاهزة من مطعم السوشي المفضل لدينا نظرت إليه أمي وقالت ما هذا؟ كان المال الذي أعطيتك إياه مقابل شراء الوقالة لمدة شهر؟ صدمها أبي كوني هادئة يمرأة لدينا ضيوف قادمون في غضون ساعة هل يمكنك أن تبدين أقل شبها بالمتسول البائس؟ من فضلك جاء ياسر وسارة الذين كان صديقين لوالدي مع ابنهما نبيل ونظروا إلينا بشفقة أثناء جلوسهم اختفى معظم أصدقاء أبي بمجرد اختفاء ماله لكنني لطالما أحببت هذين الاثنين بمجرد مغادرتهم التفت ياسر إلى أبي وسلمه بعض المال قال ما كان يجب أن تنفق الكثير على العشاء دعنا نحمله بدأ أبي غاضبا صرخ كيف تجرؤ على إهانتي بهذه الطريقة اخرج من بيتي بدأت أمي تقول يمكننا أن نستفيد من المال لكن أبي استمر في الصراخ على ضيوفنا للمغادرة فأسرع بعيدا التفت نحوي وقال لا أصدق أنني أردتك أن تتزوج ابن ذلك الأحمق قالت أمي منزعجة إنها أصغر من أن تفكر في الزواج قال أبي إنه لم يكن من السابق لأوانه أبدا التفكير في الأمر وأن فرصتي الوحيدة لأحقق نجاحا في العالم هي الزواج من شخص ثري فجأة نهضت أمي من على الطاولة وقالت بفضاظة حسنا لقد تزوجت من رجل ثري وانظر أين أنا الآن رمت الطاولة جانبا وخرجت من الغرفة بعد أيام قليلة سمعنا طرقا عاليا على بابنا عندما فتحه أبي دخل بعض الرجال ووجهوا قطعة من الورق في وجهه قائلين إنه قد تم الحجر على المنزل وعلينا المغادرة على الفور لم أصدق ذلك كنا بلا مأوى حزمنا أمتعتنا القليلة وذهبنا إلى أقرب مأوى للمشردين نظر أبي فش مئزاز إلى الحساء المائي المقدم للعشاء لم يكن يستلقي على الأسرة لأنه كان متأكدا من أنها مليئة بق الفراش في الصباح بينما كانت أمي متوجهة إلى العمل قادت امرأة سيارتها إلى داخل الملجأ بسيارتها المكشوفة ذات اللون الأحمر اللامع وأطلقت زماميرا عالية جاء أبي وهو يركض مسرعا ولصدمتنا قفز إلى السيارة وقال مرحبا حبيبتي لقد اشتقت إليك أدركت أنها كانت سكرتيرته السابقة نظر إلينا مرة أخرى وقال هذا المكان قذر جدا بالنسبة لي سأبقى مع أماندا من الآن فصاعدا وانطلقوا بالسيارة بينما كانت أمي تصرخ في وجهه وتناديه بكل أنواع الأسماء التفتت أمي نحوي وقالت كنت أعرف أنه كان يخونني الآن بعد أن رحل السيد عديم الفائدة يجب أن أخبرك بشيء أخبرتني أن لديها بعض المال الذي كانت قد وفرته ويمكننا استخدامه للحصول على شقة صغيرة لأنفسنا وكانت سترسلني إلى المدرسة أيضا حسنا كل ما يمكننا تحمله هو شقة قذرة من غرفة نوم واحدة لكنها كانت لا تزال أفضل من مأوى المشردين بدأت في البحث عن المدارس العامة في المنطقة لكن أمي دفعت كتيبا بيدي لمدرسة خاصة فاخرة حقا كنت متفاجئة قالت أمي أنها ستستمر في عملها في التنظيف أريدك أن تتسكع مع النوع المناسب من الأشخاص وتلتقي برجل لطيف هذا يعني ثري بالطبع بدأ الأمر سطحيا حقا لكنني لم أستطع إلقاء اللوم عليها لقد انتقلت من كونها سيدة القصر إلى خادمة نزلت من الحافلة على بعد مجمعين سكنيين وسرت إلى مدرسة الجديدة لنخبة نيويورك اتخذت خطوتين في الداخل وتعثرت على شيء ما نهضت بسرعة على أمل أن لا يلاحظ أحد أوتش هل أنت بخير؟ سمعت أحدهم يقول استدرت لأرى الصبي الأكثر روعة يبتسم لي بحرارة قدم نفسه باسم باسل بعد ذلك فقط انطلقت سيارة رياضية بصوت عال إلى ساحة انتظار السيارات مما أدى إلى إغراق صوته قفز صبي حسن المظهر حقا وأحط به طلاب آخرون على الفور الآن بعد أن انزعجت مثل شخص يجب أن أواعد كان علي الاقتراب منه لقد كان ثريا وستكون أمي سعيدة جدا لكن هذا المزعج باسل لن يتركني وحدي أستطيع أن أقول إنه كان معجبا بي تماما في الغداء جاء الرجل المثير عصام إلي قال بابتسامة لا أعتقد أننا التقينا فتاة جميلة مثلك لا يجب أن تجلس بمفردها نعم رمشت لكن بعد ذلك سمعت صوت باسل المزعج دعينا نذهب إلى المكتبة يا ميا آه تفضل أعتقد أنني سأبقى هنا قليلا قلت مع إعطاء عصام ابتسامة لطيفة ابتعد باسل بهدوء بعد فترة وجيزة انضم إلينا أتباع عصام وقبل أن أعرف ذلك أصبحت جزءا من دائرته الحصرية كانت هذه تذكرتي لأصبح ثرية بدأت أتسكع أكثر وأكثر مع عصام وأصدقائه لكن باسل لم يكن سعيدا بذلك وكان يكره عصام حقا لم أكن أهتم حقا إذا لم يكن يريد المجيء كنت أعلم أنه كان يشعر بالغيرة من عصام في أحد الأيام أعلن عصام أنه سيقيم حفلة ضخمة في منزله الشهر المقبل كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة من سيكون على قائمة المدعوين كنت من القائمة عندما أخبرت باسل بحماس فقد أعصابه فجأة وقال لا أعرف ما الذي يعجبك في ذلك الرجل هل تحبينه؟ شعرت بالضيق من سؤاله لكنني ابتسمت له وأنكرت ذلك بدأ مرتاحا قليلا ثم أخذ يدي وقال ميا أنا أحبك قولي أنك ستخرجين معي لقد وضعت نصب عيني على عصام لكن حسنا كان باسل غنيا جدا أيضا وقد عشقني حقا جذبني من أجل قبلة وقبلته مرة أخرى كنا نتواعد الآن رسميا لم يكن عصام يبدو سعيدا جدا برؤيتنا نتجول ممسكين بأيدينا الشخص الآخر الذي لم يكن سعيدا جدا هو أمي في البداية كانت متحمسة لسماعي أنني أخرج مع أحد الأولاد من المدرسة لكنها ذهبت معي إلى منزله ذات يوم لتوصلني وبدت محبطة حقا صرخت هذا منزلهم يبدو كأنه كوخ وسيارتهم مرسيدس قديمة جدا ماذا حدث لصبي الفراري قبل أيام قليلة من الحفلة أرسل لي باسل رسالة نصية للحضور إلى منزله في المساء أخبرتني والدته أنه كان في الفناء الخلفي اتسعت عيناي عندما رأيت المكان تناولنا عشاء رائعا ورقصنا تحت النجوم فجأة أخذ باسل يدي ووضع خاتما جميلا في إصبعي انتظر ماذا؟ هل كان هذا الرجل قد تقدم لي بالزواج؟ وحتى لم ينتظر مني أن أقول نعم ابتسم وقال إنه خاتم الوعد ربما ستتزوجينني ذات يوم عندما نكبر كان من الصعب أن أقول لا في هذه المرحلة وكان باسل لطيفا جدا ابتسمت وأومأت برأسي عندما وصلت إلى منزل عصام للحفلة سقط فكي كان أكبر قصر رأيته في حياتي كان عصام بالخارج يحيي جميع ضيوفه بدى سعيدا حقا لرؤيتي كان والديه بعيدين وقام بجولة في المنزل كنت أواجه صعوبة في عدم النظر في حالة ذهول تماما كان عصام أكثر ثراءا مما كنت أتصور في الخارج بجانب المصبح بينما كان الجميع يرقصون جاء عصام إلي وهمس في أذني أنني أبدو جميلة حقا لليلة قبل أن أعرف ذلك كان يجذبني للحصول على قبلة كنت على وشك الانسحاب لكن بعد ذلك أعتقدت أنه أغنى بكثير من باسل وقبلته مرة أخرى كان غير ضر تماما على أي حال في اليوم التالي في المدرسة بدى باسل في حالة مزاجية سيئة حقا لم يكن حتى ينظر إلي تحدثت إليه وسألته ما الأمر التفت إلي ببرود انتهى الأمر يا ميا أنا أنهي علاقتي معك أخرج هاتفه وأظهر لي بعض منشورات إنستغرام حدقت بهم مرعوبة شخص من الحفلة الليلة الماضية قد التقط صورا لي وأنا أقبل عصام وكان عصام هو الذي نشرها باسل لكنه خرج قبل أن أستطيع أن أقول كلمة أخرى ركضت إلى حمام الفتيات وانفجرت في البكاء كنت أعرف أنني فقدت للتوي أعز أصدقائي لم يكن عصام قد حضر إلى المدرسة في ذلك اليوم وتوجهت مباشرة إلى منزله لمواجهته لم يكن لديه الحق في نشر صور لي بدون إذني قرعت الجرس بصوت عال عدة مرات وأجابت امرأة حسنة الملبس على الباب بدت منزعجة لم أكن أعرف أن والديه قد عادوا بالفعل قالت ببرود ماذا تريدين قلت بتردد أنا صديقة عصام ميا أنا هنا لرؤيته أدارت عينيها وقالت لا أحد يعيش هنا بهذا الاسم مع السلامة ثم أغلقت الباب في وجهي لقد صدمت كيف كان هذا ممكنا؟ في اليوم التالي عندما ظهر في المدرسة استقبلاني عصام بابتسامة وطبع قبلة كبيرة على شفتي رأيت باسر ينظر إلينا قبل أن يبتعد غريق قلبي كنت قد قررت عدم مواجهة عصام على الفور لذلك تظاهرت أن كل شيء على ما يرام لاحقا بينما كنت أتسكع مع عصام وأصدقائه أثناء استراحة الغداء سمعت صوتا مألوفا للغاية كان أبي قال أبي حسنا حسنا لقد أصبحت غنية مرة أخرى ماذا تفعل هنا يا أبي؟ أريد أن أعرف ماذا تفعلين يا ميا من أين تحصلين على المال لهذه المدرسة؟ هل خرجت من مأوى المشردين؟ لقد تركت أماندا وأنا مستعد للانتقال معكم ترك عصام يدي فجأة ونظر إلي بشمئزاز يا هل تعيشين في مأوى المشردين؟ لا أصدق أنني قبلتك شعرت بعيون الجميع نحوي وأردت أن تبتل عن الأرض كان بإمكاني رؤية وجه باسل وسط الحجد لقد بدأ مصدوما لكنه أيضا شعر بالأسف من أجلي بدأ أثنان من حراس المدرسة في صحب والدي بعيدا صرخ سأجدك أنت وأمك ميا أريد نصيبي من المال هربت من هناك بأسرع ما يمكن كانت أمي غاضبة لأن أبي دمر كل شيء من أجلي صرخت هذا الرجل لا يستطع أن يتوقف عن تدمير حياتنا أليس كذلك؟ قررت أنه لا جدوى من إرسالي إلى تلك المدرسة بعد الآن الجميع هناك يعرف أنك فقيرة سأجد مدرسة أخرى شعرت بالحزن الشديد ذهبت إلى المدرسة لفترة وجهزة في اليوم التالي لإخلاء خزانتي كنت أسمع الناس يتهمسون حولي وحاولت المغادرة في أسرع وقت ممكن عندما كنت أغادر رأيت عصام يتجه للخارج أيضا قررت أن أتبعه وأسأله لماذا أفسد كل شيء بنشره صوري قادني مباشرة إلى القصر الذي كان قد أقام فيه الحفلة ما الذي حدث؟ كنت سأسأله فقط ألقت نظرة خاطفة من على السور وتجمدت على الفور كان هناك عصام يرتدي ملابس البستاني ويقص العشب والمرأة التي بدت مثله جاءت وقبلته على خده ثم دخلت حاملة مواد التنظيف بعد ذلك فقط رصد عصام رأسي فوق السور وأصبح شاحبا خرج ببطء من البوابة نحوي كاد يبكي وتوسل إلي ميا من فضلك لا تخبري أحدا ستدمرينني ومضى يشرح أنه ووالدته يعملان هنا كان المالكون لطيفين حقا وكانوا يدفعون رسوم المدرسة منذ أن تركهم والده قبل بضع سنوات في بعض الأحيان كانوا يحصلون على سائقهم ليصطحبه وينزله واسمه الحقيقي كان جو قلت سأحتفظ بسريتك يا جو لكن من الأفضل أن تبدأ في معاملة الأشخاص من حولك بشكل أفضل قليلا وأزل صوري من إنستغرام أيها الغبي صدمت أمي عندما علمت أن عصام كان فقيرا جدا قالت ربما يجب أن تكون صديقة باسل مرة أخرى على الأقل لديهم منزلهم وسيارتهم هذا هو صرخت لقد اكتفيت يا أمي أنا آسفة لأن حياتك صعبة للغاية الآن لكنني لا أركض خلف الأولاد الأغنياء أحبني باسل حقا وكسرت قلبه ركضت وتوجهت مباشرة إلى منزل باسل كنت أعلم أنه لا يريد أن يكون على علاقة به لكن كان علي أن أعتذر وسأعيد خاتمه قرأت الجرس عدة مرات لكن أحدا لم يرد على الباب وكان المنزل لا يزال فارغا في وقت لاحق من ذلك المساء رأيت بعض الأخبار على التلفزيون عن عملية السطو في محل مجوهرات كبير في بلدة مجاورة كان شرطي يقول بفخر لمراسل الأخبار أنهم كانوا يبحثون عن هؤلاء اللصوص منذ سنوات وأنهم ألقوا القبض عليهم أخيرا كانوا يذهبون إلى السجن لفترة طويلة وسيتم إرسال ابنهم المراهق إلى دار الحضانة كنت أسقط من على كرسي في حالة صدمة عندما رأيت وجوههم على التلفزيون كان والدا باسل نظرت إلى الخاتم في إصبعي كنت متأكدة الآن من أنه كان خاتما حقيقيا من الأنماس قررت التركيز على دراستي والعمل بجد لجعل حياتنا أنا وأمي تكون أفضل انتقلنا بعيدا إلى مدينة أخرى حتى لا يأتي أبي ليجعلنا بائسين بعد سنوات أصبحت مضيفة طيران وظيفة أحببتها حقا عندما توقفت في مقهى بعد رحلة طويلة اقترب نادل من طاولتي خاتم لطيف يجب أن يكون شخصا محظوظا نظرت بصدمة عندما سمعت ذلك الصوت كان باسل جلس بجانبي وأخذ يدي قال إنه كان يعلم طوال هذا الوقت أن والديه مجرمان لكنه لم يحكم عليه لأنه كان صغيرا جدا لم يكن يريد نفس الحياة لنفسه قال بهدوء أنت لم تبيع الختم قط قلت بعيون دامعة لم أستطع ابتسم هل أنت مستعدة للوفاء بوعدك ابتسمت وقلت نعم أنا كذلك أخرج صندوقا صغيرا من جيب معطفه ووضعه أمامي في الداخل كان ختم زمرد مبهر هذا النوع من الختم على راتب نادل كنت متأكدة تماما من أنه مسروق لكنني أخذه على أي حال